طاعة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحال هو اشتعال الوضع في خان يونس وسط قتال عنيف مع الفصائل الفلسطينية وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت حكومة ناتنياهو تجري مباحثات مع مصر لنقل موقع معبر رفح ليكون قريبا من معبر كرم أبو سالم على أن تستعيد إسرائيل سيطرتها الأمنية على المعبر والتي كانت قد تخلت عنها عام 2005 وخمسة بموجب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لكن مصر نفت على لسان مصدر مسؤول وجود أي مباحثات سواء مع إسرائيل أو الولايات المتحدة لنقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد الشتية عبر عن تخوفه من إقدام إسرائيل على هذا الأمر وقال إن معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية وهي شأن مصري فلسطيني الموقف الأمريكي من المساعي الإسرائيلية جاء واضحا حيث قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في دانت باتيل إن الولايات المتحدة تؤكد أهمية رفع ممر لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المواطنين الأجانب المساعي الإسرائيلية جاءت في ظل مخاوف فلسطينية ومصرية من محاولة إسرائيلية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر وكان نزح مليون وسبعمائة ألف فلسطيني خلال الحرب ويعيش نحو مليون ومئثي ألف منهم في منطقة رفع الحدودية مع مصر وفق الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر